نظمت سفارة بلادنا بالمملكة المغربية حفلاً بالعيد السادس والخمسين ليوم الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد وفي الحفل الذي حضره أعضاء الجالية اليمنية في المغرب والطلاب والطالبات اليمنين في الجامعات المغربية نقل سعادة السفير عز الدين الأصبحي سفير بلادنا في المغرب تحيات الغيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس الغيادة الرئاسي بهذه المناسبة الغالية على شعبنا اليمني العظيم وقال السفير الأصبحي إن ذكرى الاستقلال في اليمن وإنهاء الاحتلال البريطاني يشكل محطة تاريخية هامة على مستوى الساحة اليمنية كما كان حدثاً ملهماً على مستوى الساحة العربية قاطبة حيث جاء إنهاء الاستعمار وخروج آخر جندي بريطاني من عدن الباسلة بمثابة إحياء روح النضال العربي وعودة الأمل على مستوى الوطن العربي وليس اليمن فقط فعد كانت الأمة العربية تمر بمحنة كبيرة أقب انتكاسة حزيران عام 1967 الشهيرة وكان ذلك بمثابة فتح نافذة أمل لكل العربي كما شكل الأمر تتويجاً لمسيرة كفاح بطولي لشعبنا اليمني العظيم وأضاف السفير لأصبحي أن أحياء هذه الدكرى يشكل وقود أمل الاستعادة اليمن لألقه التاريخي ويعيد لنا مسيرة نضال فيها درس بليغ لأهمية تلاحم كل القوى الوطنية اليمنية حيث تشكل مسيرة الثورة اليمنية في محاطتها المختلفة أرواع صور التلاحم المجتمعي في كل ربع اليمن العظيم ترجمة نانسي قنقر